السلام عليكم معكم المحاضر براء المرعد بلوم المماري والتصميم الداخلي برنامج سكيتشوب المحاضرة التاسعة رح نكمل اليوم ان شاء الله مشروعنا اللي كنا عم نشتغل عليه بالفترة الماضية بس رح يصير عنا تغيير بسيط انه رح نتخلى عن برنامج تونموشن وننتقل العمل على برنامج في راي مشان الرندر بس قبل ما نبدأ بالشغل على برنامج في وظيفة او مشروع ناس رح نطلع عليه بشكل سريع ونرجع ان شاء الله نتابع هلا هون هاي اللي حطي هون هون عند الحمام حلوين مناسب الشكل بس لو لو كان مخلية لارضية تبع الحمام غير اللون تبع بقية البيت يعني على الاقل كان لازم رسمت له حدود مثلا للحمام والارضية تبعه تكون خاصة فيه لان مو ممكن يكون ارضية الحمام مثلا خشب او مثلا اذا كانت سيراميك او ماربل كمان يعني مو حلو تكون نفس اللي بالبيت لهيك الافضل كان مثلا رسمة لحدود هون ومعطتيها لون لحالها لهون عام لانت حدود لهذا القسم بس كان لازم لكامل الحمام تكون هاي الحدود هو استاذ يعني لانه اتوقف عندي البرنامج كثير عندي يعني افكار تعديل وحتى اكسيساري ردت اضيف بس اتوقف البرنامج حتى اشياء يعني مو صحيح حردت اغيرها او اعدلها اتوقف فيها ايه هو صاير عندك كان كتير تقيل لان كان عندك تلات نسخون فكتير كان تقيل حتى عندي كان بطيء كتير حاليا النوعا ما مقبول يبدو بس مع هيك لسه في شوي اشياء تقيلة على ما يبدو خلينا نشوف بالإيدت في شي مخفي مثلا رح ندخل على إيدت نعطي أنهايد أول اه كمان في عندك نسخة تاني هون هدول كيف كانوا مخفيين يبدو بالخطأ خافي تيهم ونسيان تيهم اي احتمال يعني حاليا اهون شوي صار بس لسه تقيل اه بس عم انتظروا يحدد طيب على كل حال كمان المهمة شغلة كتير مهمة انت عاملتها خطأ انك ما عاملت قروبات السقف ليش نفسه نفس الجدران نفس الارضية يعني حاليا لما عم احدد السقف انا عم يتحدد كل شي عندي شوفي حتى هون هاي التفاصيل هاي كلها تحددين هدول لازم كل واحدة فيهم تكون قروب لحالها مثلا هاد الدوش هاد الدوش ليش معهم قروب لحاله مثلا اه الابواب هاد الباب كمان مو مو بلوكي لحاله يعني في الحقيقة انا اذا بدي احزه في السقف او اذا بدي اعمله هايد كيف بدي اعمله ما فيني اعمله الشرط بدي اختاره هيك وامل حذف حتى احسن اخفي هاي مشكلة كتير كبيرة يعني انا ما رح احسن اشتغل اي شي هون هاي القطعة كلاتها عندك ما فيها اولا وحدة قروب هو صح اه اني سويتها يعني اشتغلت القطعة قطعة قطعة وخليتها بمكانها بس من يصير عندي تعديل افطر اسوي يعني تفكيك اكسبلود اكسبلود للمو جروب والله سويتها كله يعني ام شو اسمه فاني مو جروب انا جروب كومبوننت كومبوننت سويتها كله بس افطر افتح حتى اعدل من اريد ارجع اسوي ما يصير هلا اول شي كمان احنا مو دائما نشتغل كومبوننت لان بيصير اتقل من الجروب بنحاول طالما الشغلة ما فيها تكرار نعملها جروب مثلا الجدران هاي الارضية انا بعمل الارضية وبخليها جروب ما بعملها مثلا كومبوننت لان الكمبوننت اتقل بيزور تقل تاني شي بعمل الجدران كمان نفس شي بعمل هون جروب هون مثلا هدولة حاسسهم فيهن تكرار بعمل هون كومبوننت هلا ممكن انت كنتي عم تعملي هيك شي اه نعم نرسل مثلا مستطيل نعمل له سماكة مكعب مجرد ما اضغط عليه ثلاث مرات ذاتا بيحدد ليا بعمل ميك كومبوننت مثل انت ما كنتي عم تعملي تمام هيك صار جاهز هلا بيشان اشتغل عليه بيكبس عليه مرتين وبيفتح مجرد ما انقر بالفراغ بيطلع منه بس ما بيحزف ليا ممكن انت كنت عم تعملي اكسبلود بالخطأ فعم يتفكك لا انا كانت اصوي اكسبلود حتى عدله يعني من انقلة ما اقدر اصويه لا ما بيمشي الحنعمل اكسبلود اكسبلود خلاص بيفككه تماما بيرجعه لعناصر الاولية نحن اذا بدنا نعمل اي كومبوننت مباشرة ميك كومبوننت كيريات بنقر عليه مرتين مشان اعدل عليه بدي اطلع منه بنقر باي مكان بالشاشة خلاص طلع منه حاليا نرجع لخاصته الاساسية اللي هي كومبوننت مجرد انا ما فككته ما عاد احسن ارجع ركبه او ارجع عمله من اول وجديد او انه كومبوننت ليش لان بيكون الداخل مع العناصر اللي جنبه يعني حاليا متل ما انك شايفه الجدران مجرد انا عم حددهم للجدران عم يتحدد كل شي متعلق فيهم طبعا لو انك بيس ثلاث كبسات شوفوا كيف حدد لي كل شي موجود عندي كله لان متداخل مع بعض يعني هون حتى الكومودينات السجادة كل شي داخل ببعضه يعني برأيي هذا المشروع امسحي وارجع من الصفر لان هذا كتير رح يعزبك وغير هيك كتير تقيل صاير تمام ان شاء الله رح ارجع عدلة مرة ثانية اخلي كل واحد جروب لحالة هاي وقت جروب والاشياء المتكررة بتعمليها كومبوننت هذا احذفي وارجعي من الصفر بيكون اسهلك لان صاير ذاتا الملف هو في مشاكل اه وكتير تقيل والتعديل عليه ذاتا صعب فالافضل لا نمحي ونرجع من البداية طيب مشان كيف رح ننزل الفيري كمان الفيري تنزله اسهل من توين موشن شوي رح بعط لكم انا الرابط اه ان شاء الله بعد الدرس ببعط لكم الرابط للتحميل يمكن مو موجود هون هو على التليجرام مو على الواتس على كل حال اه بعد ما ينتهي اشوفيكم يا بس كيف انا نزلته برابط من التليجرام هاد هو رح بعط لكم انا هاي الرسالة اه مشان تنزلوها بعدين بعد ما ينهي تنزيل اه بتنقروا على هاد الملف بتعطو فتح بعدين يعني يفضل على ما في داعي نفتحه ونستخرجه من الراب من الملف المضغوط ما نخليه هون بس مطلوب منه نفتحه كمان رح ادخل لهون مرة تانية في عندي هون هتول الملفين رح نشتغل عليه هون مباشرنا بفتح هاد الملف كلمة السر لازم تكون موجودة هون نشوفها بس وين كانت تليجرام كلمة السر ربعات قد هاي هي كلمة السر 3D software نجرب رح نكتب 3D software هون underscore تماما هاي كلمة السر يبدو حاليا بس ننتظر عليه لا يفتح نعطي اوكي تماما بعدها هيك رح يطلع نعطي متابعة مثلا هو تلقائيا بيعرف لي اي اصدار انا من ال sketchup عندي مثلا انا عندي sketchup 23 انتوا اذا عنكم 2022 رح يختار لكم هذا تلقائيا ل22 هو حسب شو انا موجود عندي بالكمبيوتر تلقائيا هو بيختاره بعدها رح نعطي نعطي تنزيد ننتظر عليه شوي حتى ينزل استاذ هاي قناة تليجرام يعني فيها برامج غيرها في برنامج على الاغلب فيها معظم البرامج اللي بنحتاجها ممتاز بعطلكم رابط القناة اذا بتلزم كون ممكن تستخدموه نحن لما بنشتغل على 3D Marks ان شاء الله رح يشير شغلنا مشان البلوكات معظمه على التليجرام تمام حاليا بنعطيه موافق نلغي هذا الخيار ما له داعي ممكن حاليا ننزل كوزموس كوزموس هو مكتب الـ V-Ray كمان خلينا نثبته سوئيتي صوفوير عطي موافق كمان متابعة نعم نخلي انه موجود عندك طيب خلي ها انتو طبعا انتو ما بيكون موجود عندكم لازم يتسبتو اما انا موجود عندي لانا عم استخدمو من كنت استخدموه من قبل فانتو بتتابعو تثبيته ونفس تثبيت الـ V-Ray تماما مشان الكراك الكراك شو مطلوب منا طبعا فيها يريد مي هون لطريقة التثبيت عمضلنا الملف الاول لازم ننسخه لهذا العنوان طبعا هون هو كاتب براين كروس هاو عنا هون نحنا راح ننسخ هذا العنوان شوفو انتبهوا معاي منيح لهاي الخطوة شعنت اعملوها نفسها هذا العنوان الثاني نعمله راح ننتقل لجهاز الكمبيوتر وننقر على هذا المكان هون نعطي كونترول V او لصق نعطي انتر ليش ما انتقلل هناك معقول في شي مختلف V-Ray V-Ray for SketchUp extension طيب فينا على كل حال كمان نروح لمن هون راح ندخل على جهاز الكمبيوتر ع القرصي على Program Files خليني اتأكد من هون تمام كاوسا جروب شوفوا كاوسا جروب هاي انتو طبعا بعد ما ثبتوا ال V-Ray راح يطلعوا منكم هاي الملفات كاوسا جروب V-Ray V-Ray for SketchUp extension بعدين هون حاليا وين بننتقل V-Ray 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 نطلع عنا باسم تاني V-Ray 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 طيب راح نشوف وين هي ترى موجود V-Ray 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 خليني رجع اتاكد وين كان. program files. كاوس. v-ray. sketchup. extension. bean plugins. يبدو بنفس المكان حتى. خليني ارجع ادخل عليه. program files. كاوس. v-ray. ركزوا معي. منيح لان تقريبا نفس الخطوات. v-ray sketchup. extension. v-ray. شو هاي فيها. تمام معتبين. خليني شوف هون الاسم. v-ray. v-ray. brdf scant. باعتقد لازم تكون هاي موجودة هون. extension. بين plugins. ها هون بندخل عبلغينس. الخطوة التانية بندخل كمان عبلغينس. تمام هون موجودة. راح ننسخ الملف. هاد هو الملف. تاني. استبدال. متابعة. تمام. هيك صار عندي الشغل جاهز. راح نتاكد انه اشتغل ولا لا. وبنرجع عم نعيدها مرة تانية. متفي هدول كليات هون. وين كان عندي ال sketchup. هاد هو ال sketchup. سنتيميتر. تمام على الاغلب مشي الحال. من هون انا مشان اظهر ال v-ray راح اضغط يمينية. على هاد المكان. وشوفوا هدول. طالما طلعوا عندي هدول ال v-ray على الاغلب مشي الحال. اول شي راح نتفعل هاد. خلينا نخلي هون. بعدين. خلي كمان هون. خلي هاد يكون هون مسلا. واخر شي عندي. هذا ممكن نخلي هون. تمام هدول هن العناصر اللي لازميني. حاليا مشان نتأكد انه مشي الحال وصار مفعل ببرنامج. نضغط على هاد المكان او على هاد ابريق الشاي. هو بس هاد يفتح تمام. خلاص طالما فتح بهاي الطريقة. صار عندي ما هاد البرنامج جاهز. راح ارجع شوفيكن كيف عالسريع الكراك. بعد نحنا ما نفتح الملف من هون. نعطي فتح. بيري فورس. كيتشاب. كراك. 3D. صوفت. وير. تمام. شوفوا الملف الاول ها C. C. G. OTH. راح نسخوا لهاد العنوان. جهاز الكمبيوتر. قرص C. program files. بعدين. chaos group. V-ray. V-ray for sketchup. extension. بعد extension V-ray. بعد V-ray. bin. ورح ننسخوا لهون. هذا الملف. راح ننسخه ونحطه هون. طيب الملف التاني. الملف التاني بدون ما نطلع مباشرة. بس مندخل على plugins. البلغنس. ندخل عليها. وبننسخه الملف ونحطه هون. وهيك بصير عندي البرنامج جاهز. لأنه يشتغل. تمام واضح. تمام مستطف. إن شاء الله. حاليا خلينا نرجع للمشروع تبعنا. ونشوف. شو راح نعمل. وين كان الملف. هذا هو. الملف صار حجمه كبير. صار شوية تقيل. بس طبعا لما بتكون تسبتوا بيري. اجباري طفوا الاسكيتشاب ما تخلوه شغال. طفوا الاسكيتشاب كامل ما يضل شغال على الكمبيوتر. ومعدين ابدوه بالتثبيت. وإلا ما بيقبل يسبتو. تمام حاليا هيك صار عندي برنامج الجديد جاهز. طبعا في عندي. خلينا نعمل نظرة سريعة عن الفيري. شو هو. أول شي بكل بساطة. الفرق بين فييري وتوين موشن. إنه مثل ما حكينا. التوين موشن هو برنامج معزول لحاله تماما. والبرنامج اللي حاليا رح تشتغل عليه الفيري. هو إضافة لبرنامج السكيتشاب. نحن مثل ما شفتوا ضفنا إضافة على السكيتشاب. منضمة السكيتشاب منهم رايح. رح أعمل إخراج للصور تبعي. طيب بعد أنا ما أظهرت الفيري من هون. شو أنا رح أشتغل أو شو هي الأشياء اللي لازم أعرفها أول شي عن الفيري. شوفوا أهم شي وأول شي هي هاي القائمة. فييري فور سكيتشاب. القائمة الأولى فيها هي الأعدادات. مجرد أنا ما أفتحها. وهي هاي ذاتنا رح نشتغل عليها كتير. هي أعدادات الفيري. إن كان أعدادات الريندر. أعدادات المواد اللي رح نستخدمون. كل شي بيتعلق بالفييري أو أعداداتها رح يكون عندي بهاي القائمة. مثلا أهم شي نحنا عندنا أول شي الأعدادات. هون أنا بختار شو طريقة الريندر أو كيف أنا الريندر اللي بدي أخذه. إن شاء الله هاي الأعدادات تبع الريندر. آخر شي نحكي عليها وقت ما ننتقل لمرحلة الريندر. أنا مجرد ما أضغط على هذا الزر اللي هو مثل بريك الشاي. هذا هو اللي بيبدأ لي الريندر. كمان هذا إن شاء الله رح نحكي عليها بعدين. في عندي هون هاي القائمة الماتيريالز. هاي الماتيريالز فيها المواد اللي موجودة عندي. وأنا عم اشتغلها. مثلا لو باخد. لو باخد هاي الأداء اللي بتسحب الألوان. النسخ تبع الألوان. وبضغط هون. مثلا بدي شوف هذا اللون أو هاي الأرضية. والتفاصيل تبعها. شوفوا كيف طالع ليها هون بهاي الصيغة. اسم هالمادة Wood Floor Light. شوفوا نفس الاسم صحيح. إذا أنا بدي أعدل عليها. إذا بدي أغير عليها الشيء من هون بكل بساطة فيني أغير عليها. بس نحنا مثل ما حكينا. إنه هدول مواد لسكيتشوب جوزتهم ضعيفة. لهيك نحنا رح نحاول إنه ما نستخدم هون. نحنا استخدمنا هون هون ليش؟ لأن كنا بنا نقل هون على الـ Twin Motion. وهناك نغيرهم بشكل كامل. بينما نحنا هون بـ V-Ray. خلص من هون رايح مباشرة. نحنا منصير منحط الألوان تبع V-Ray. بدون ما أني أتعذب بألوان بسكيتشوب. طبعا هون هو كاتب بكل الماتيريال اللي موجودة عندي بالشكل. أنا عندي هون عدد كبير من الماتيريال. السبب. السبب إنه أنا نزلت بلوكات كتير. وأضفت ألوان وعدلت وعملت. حتى البلوكات اللي نزلتها وحذفتها. يعني حذفتها أنا ما ظلت عندي هون بالشاشة. بس الماتيريال تبعها بيظلوا موجودين. هون بالقسم الثاني. طبعا كمان الماتيريال إن شاء الله رح نحكي لسه بتفاصيلها أكتر من هيك. القائمة الثانية هي عندي Lights أو الإنارة بشكل عام. طبعا أول شي بيكون عندي بشكل تبقائي إنارة الشمس. يعني هون شوفوا هذا المكان. يعني حاليا بتحسوا كأن في شمس. بس وين هاي الشمس بالضبط ما أنا شايفينها في إنارة. بس بالضبط نحنا ما أنا شايفينها. حتى لو بفتح أني مثلا render من هون. خليني أشوف كيف عم تطلع شوفوا كيف. الشمس عم تجي تقريبا من هذا الاتجاه. وعم يطلع عندي إلها ظل. يعني لو بسكر هاد الخيار يعني تقريبا الشمس عم تجي من هاد المكان. ما بتهمني كتير. نحنا بنعدل عليها كمان إن شاء الله. شوفوا هاي إعدادات الشمس. بنغير إعداداتها. بنغير جهتها. بنغير شدتها. كل هاي التفاصيل راح نشوفها إن شاء الله. إذا بدي أنا أضيف آآ عناصر إنارة تانية. آآ إنارة داخلية أو إنارة خارجية اللي هو من هون. من هاي القائمة تبع الإنارة. فيني آآ أضيف إنارات جديدة وأغير عليها. هون من هذا المكان ما في عندي شي كتير مهم هون. ونفس الشي. render elements كمان ما عندي هون شي حاليا مهم. هون بيطال علي كمان البيئة المحيطة اللي موجودة عندي. أنا البيئة المحيطة اللي عندي هون هي التلقائية. اللي تقريبا هي نفس هاي. شوفوا كيف هاي هون طالعة نفسها تقريبا. عنصر الإنارة المهل الأساسي فيها هو إنارة الشمس. إذن ها هي القائمة أو قائمة الأدع ذات الموجودة عندي بفيرين. إحنا بعدين جزء جزء رح نحكي عنا بشكل مفصل إن شاء الله. بالقسم اللي هون بالأسفل عندي. أنا إذا مثلا بدي أنشئ material أو مواد جديدة من الصفر. مثلا كيف يعني. لنفرض بدي أعمل material خشبي. بس مو موجودة هون. يعني هون ما موجودة. أنا الصورة جبتها من الانترنت من الانترنت. وبدي أعملها material. فأنا بجيب الصورة من الانترنت. ومنهم من هذا الزر. بضيف هاي المادة أو هاي الصورة بحولها. لمaterial فيني استخدموا. كمان إن شاء الله رح نحكي عنها. بشكل مفصل. وكيف نحنا نضيف هاي المواد. تمام رح طفي هاي القائمة. بعدين بيجي عندي الخيار الثاني. الخيار الثاني هو هذا cosmos. اللي حكيت لكم عنه من شوي. إنه لازم تسبتوه بعد الفيري. كوزموس أنا عندي مسبت جاهز. انتو بس لازم تضيفوه. تسبتوه مشان يشتغل. عندكم. ممكن نطفي نحنا هاد الخيار. شوفوا مكتبة كاملة. فيها كتير اشياء من materials. شوفوا لو نشوف المaterials. في كمية كبيرة من المaterials الجاهزة. والجودة العالية. يعني شوفوا الفرق بين هاد الخشب. وبين هاد الخشب اللي نحنا هون مستخدمينه. في فرق كبير بالجودة. في فرق كبير بالتفاصيل الموجودة عندي. كل هاي إن شاء الله رح تفيدنا. طبعا أنا بكل بساطة فيني ادخل لهاي القائمة. واختار شو هي المaterials اللي بالضبط أنا بديها. مثلا بدي أرضيات خشبية. فبدخل على wood flooring. wood flooring بيعطيني كلها أرضيات خشبية. مثلا شوفوا كيف هاي الأرضية. الجودة تبعها عالية. ألوان تبعها متناسقة. أفضل بكتير من الجودة اللي موجودة عندي. بالسكيتشاب. كمان في أشياء ثانية مثلا عندي. في عندي 3D models. في عندي عناصر ثلاثية الأبعاد. جاهزة. بلوكات فينا نستخدمها. طبعا هاي بلوكات لأشجار خارجية. في عندي بلوكات مثلا. فورنيتشر. موبيليا. شوفوا في عندي كثير كمان بلوكات جاهزة. وسهلة الاستخدام. مجرد مسلا أنا ما أختار أي وحدة فيهم. مسلا هاي. طبعا أول شي بنضكر على الأزرق. مشان يحمل لي إياها. بعدين بنضكر على الأخضر. مشان يحضر لي إياها لداخل المشهد. بنضكر هون على هذا الأخضر. لازم حاليا يجب لي إياها. import. تماما. بنضكر على زر exit مشان ألغي عملية التكرار. خلاص أنا بدي واحدة بس. طبعا هون شكلها شوية مبين غريب. غير اللي أنا نزلتها. بس هاي بتبين بشكل واضح على الريندر. شوفوا حاليا رح ناخد ريندر على السريع ونشوف كيف رح يطلع شكلها. شوفوا أول شي نتذكر كيف كان شكلها هون. لازم تطلع بهذا الشكل تقريبا. بنعمل ريندر. شوفوا تقريبا نفس اللي بالكوزموس. اللي شفناها بالكوزموس. طبعا الألوان شوي بتختلف. مو مشكلة الألوان نحنا نعدل عليها. حاليا أنا بسكر من هون هاي القائمة هاي ما عادلها شغل بحظفها. إذن الكوزموس فيها عناصر جاهزين كان ماتيريال أو مواد. أو بلوكات جاهزة. طيب نحنا حاليا شو كنا بنشتغل. هون هذا الزر هو متل ما شفنا بيبدأ لي الريندر. يمكنني أن أبدأ الريندر من هذا المكان من هون. يمكنني أن أبدأه من هذا المكان من هون. هذا الزر الثاني هو نوع ثاني من الريندر. كمان إن شاء الله بوقت لاحق ومنحكي عنه. هذا كمان تفصيل ما نقلنا شغل فيه حاليا هذول البقية. حاليا خلينا نشوف كيف بدنا نحنا نعدل المشروع تبعنا وناخد الريندر بالنسبة ل V-Ray. كمان في عندي شغلات تانية مهمة هي هي القائمة. هل هذول القواء هاي القائمة متعلقة بإنه إذا بدي حول شي لإنارة أو بدي أعمل شي. يعني تفاصيل شوي متقدمة كمان لسه بكير كثير عليها. في عندي هون من قائمة الإنارات شوفوا هاي. V-Ray Light. عندي عدة أنواع من الإنارات. النوع الأول هو Rectangle Light. اللي هو خليني مثلا نفتح الأعدادات. خليني أفتح Rectangle Light وأرسمه هون مثلا. تمام. حاليا رح ينزل عندي بهاي القائمة شوفوا نزل عندي بهاي القائمة بختاره. شوفوا هاد هو طريقة الإنارة تبعه Rectangle Light. من هون أنا من الأعدادات فيني يغير فيه. فيني لو أخذ Sphere Light فراء. هلا حاليا رح تنزل عندي هون. شوفوا Sphere Light هاي هي هي. هيك طريقة الإنارة تبعها. في عندي مثلا Spotlight. في عندي IES Light. كمان هذا Spotlight موجهة. إن شاء الله رح نحكي عنه. في عندي Omni Light. قريب جدا من السفير. في عندي مثلا Dumb Light. Dumb Light اللي هي قبة. هاي القبة إحنا ما أنه منستخدمها بهذا الشكل مثلا. أنه تعملي تنوير على شكل قبة. أنا بستخدمها لأنه أعمل بيئة محيطة للمشروع تبعي. كيف يعني. شوفوا حاليا كيف البيئة المحيطة تبع الدumb light. مثلا حتى أخليها 0.1. شوفوا فيها غيوم. فيها حركة. فيها شوي مختلفة عن السونلايت. السونلايت هيك بتكون. اللي هي البيئة المحيطة الواقعية الموجودة عندي بالشكل. الدumb light تعطيني حرية أكثر. لأني أنا غير البيئة المحيطة طبعي. طبعا إحنا شغلنا داخلي. لهيك ما كثير بتهمني هاي التفاصيل. ما إلي شغل فيها. طالما أنه شغلي داخلي أكثر شي رح نستخدم مثلا. ريكتانجل لايت. ممكن أحيانا نستخدم. السفير لايت. إذا مثلا بدي أعمل إنارة. للمبة مثلا. أو لعنصر إنارة من السقف. ممكن استخدمون. هذا الزر الأخير هو أنا. إذا متذكرين لما حكيت لكم. أنا ممكن أحول شكل. مثلا مكعب. ممكن أحوله لأنصر إنارة. كيف يعني راح نرسل مثلا هون. مكعب. دخليني نعمل له رفع. بعدين بنعمل له جروب. ميك جروب. حاليا نشوفه تفعلا دي هذا الخيار. لما بنقر عليه صار هذا الأنصر أو صار هذا الشكل. هو من نفسه بشع إنارة. حاليا خليني أخذ ريندر. نشوفه حاليا نشوفه كيف صار هو الباكس. من نفسه يعمل لي إنارة. ممكن نزيد الشدة تبعه. خليها مثلا. الميش لايت يكون خمسمية. بدي رقم كتير كبير. عشان يبين واضح إنه كيف عم يعمل لي إنارة. طبعا لأن المكان اللي أنا عم أخذ ريندر فيه هو بأرض مكشوفة. الشمس إنارتها أقوى بكتير من البقية. بس شوفوا كيف مبين إنه كأنه المكعب تبعي صار هو من نفسه عنصر إنارة. إذن هاي هي عناصر الإنارة اللي رح نستخدمها. ما في كتير تفاصيل أكتر من هيك نحكي عنها. طبعا هذا الشي هون ما بهمني حاليا. حتى هاي القائمة إذا بتكون لا تفتحوها خالص خلوها محظوفة مسكرة. اللي رح نشتغل نحن عليه هون. هاي القائمة. نحطها هون. اللي هتكون على الجنب. مشان ما ناخد مساحة من الشاشة. والقائمة هاي كمان رح نشتغل عليها. حتى هاي التالتة ما كتير إنه شغل فيها إذا بتكون خلوها مخفية. هدول نحن القائمتين اللي رح نشتغل عليهم. طبعا هدول الإنارات حتى لو ضلوهم موجودين. حتى عفوا لو حذفت هون وضلوهم موجودين. أنا فيني أمسحهم إذا ما بدي أشوفهم. تحدد العناصر اللي بدي أمسحها. وبعطي من هون حذف. هيك أنا خلصت منهم. فضلي. هذي القوائم من النزل للبرنامج مباشرة. هي تطلع لا تحتاج إعدادات. هي بالعادة ممكن تطلع لحالها. إذا ما طلعت لحالها. مثل ما حكيت لكم. ننقر هون يمينية. على هذا المكان. وبفعل هون من هون. هدول هنين. حاليا اللي رح نشتغل عليه هون فقط هدول القائمتين. أول قائمتين. V-Ray for Sketchup. و V-Ray Light. هدول التنتين الباقين ما نشغل فيهون. تمام؟ أوكي أستاذ تمام. طيب. حاليا خليني نبدأ بشغلنا. نحن شغلنا مشروعنا جاهد. بس المطلوب مني أني أعمل الماتيريالز. أو أني أضيف الماتيريالز. رح نعمل إخفاء للسقف. مشان نشوف شو في عندي هون تفاصيل. طبعا. حاليا خلينا نحن نجي لهون. مثلا خلينا نبدأ من هاي القائمة. أول شي نبدأ من السقف. أو الجدران. وباشرة نعطيهن اللون المطلوب. كيف نحن رح نعطي هذا اللون؟ رح ندخل على قائمة assist editor أو قائمة أعدادات V-Ray. ندخل لهذا القسم. فيني أنا كمان من هذا المكان أفتح. هون بالعادة كمان فيني ننزل الماتيريال من خاص بالV-Ray. بس هون يبدو أنه ما نزل إياه مع الV-Ray. هذول لازم ننزلهم بشكل خاص لحال هون. يعطيني ألوان هون جاهزة. طالما عنا كوزموس. مو مشكلة. ممكن نستخدم كوزموس. أو بشكل عام. أنا طالما أنه بدي أعمل لون للجدار. لون الجدار بسيط. شو هو عبارة عن لون أبيض فقط لا غير. بعطيه شوية انعكاس بسيط. وببدأ بشتغل عليه. طيب خلينا نشوف كيف نحنا رح نعمل المادة أو الماتيريال تبع الجدران. رح نجي لهاي القائمة. بعد أنا ما فتحت الاعدادات V-Ray assist editor. ننقر هون على هذا الزر. create asset. بعدين رح أعطيه material. شوفوا مقائمة material أول خيار. generic. أسس لماتيريال. أنا بنقر عليها يمينية وبعطي rename. مشان ما أنساها لهاي المادة. رح نسميها wall. هاي بحيث أنه أنا أرجع لها بعدين خلاص هي. material تبع الجدران. وين رح تكون آخر شي وال هاي هي الماتيريال. شوفوا رح تطلع عندي preview. آآ للماتيريال تبعي. حاليا نبين preview تبعها أنه material لونها رمادي. لانعكاس تبعها كتير ضعيف. كيف أنا بدي أغيرها. أول شي رح أنقر على هذا الخير. شوفوا عندي عدة قوائم. موجودة بآآ هاي الماتيريال. أول شي إذا كانت بهذا الشكل. بفتح هاي القائمة. V-Ray MTL. بعدين رح أفتح قائمة diffuse. قائمة diffuse هي يعني اللون الأساسي. أو الماتيريال الأساسي لهذا الشكل. color. اللون. رح ننقر هون على هذا اللون. ونختار اللون قريب من الأبيض. ما رح أختار أبيض مية بالمية. قريبة من الأبيض. لأن يعني بالواقع. مهما كان لون الجدار أو لون الادهان تبعي أبيض. ما بيكون أبيض مية بالمية. يعني بيكون. في شوية رمادي. لهيك نحن نشوفوا هذا اللون. هون تقريبا خلينا ناخد هذا اللون. عم يعطي نيازاتا هون. بعدين بنعطي. منسكر هاي القائمة. هيك أنا اخترت اللون. هذا اللون الجدار تبعي. حاليا حتى بكل بساطة أنا. هنا. فيني انسخ هذا اللون انقر عليه هون. بعد ما نقرت عليه خليني حتى ادخل لجوة الجروب. نقرت عليه. بنقر على الزر control. مشان يلون لي كل الجدران مرة وحدة. وبلون. شوفوا الجدران تبعي كل ياتهم صاروا باللون الأبيض. طبعا أنا لسه ما انتهى شغلي. رح نرجع لهون لهي القائمة. عندي القائمة التانية اسمها reflection. يعني شو اللي هي reflection هي الانعكاس. هلا شوفوا انتوا عندي حتى. خلعوا مثلا على الجدران حواليكم بالغرفة. فيها شوية انعكاس بس مو كتير. فيها تعطيني انعكاس على الضوء. بس مو كتير. حاليا أنا عندي نسبة الانعكاس صصر. ما في عندي اي انعكاس. حتى شوفوا مبين عندي بهاي ال preview هون. ما في اي انعكاس. المادة كتير جافة. كتير مات. منسميها. لهيك أنا لازم اعطيها شوية انعكاس. كيف أنا بعطيها هذا الانعكاس؟ من هذا الخيار. شوفوا هاد المؤشر هون. طبعا بنفس الوقت فيه جنبه. اللون. شو بيعني لي. بيعني لي. طالما انه هذا هون على اليسار تماما. بيكون اللون اسود. واذا كان اللون اسود هون. معناها الانعكاس معدوم. كل انا ما ببعد عن اللون الاسود. وبيقترب لللون الابيض. بيصير عندي الانعكاس اكبر. مثلا لو بيسحب هاد الخط لهون. للاخير. بيصير عندي انعكاس شديد. شوفوا كيف صار في عندي انعكاس هون. انعكاس كتير عالي. هون هاد الماتيريال تبعي. تحولت من انها. ماتيريال للجدار للذهان. مثلا تحولت لماتيريال زجاجي. يعني كأني انا ماسك. زجاجة لونها. ابيض. طبعا انا ما بدي كل هاي القيمة. بدي ممكن شوي اقل بس. ممكن اخليها للمنتصف لهون. بس عم حس انه. لساتها شوي عم تضل زجاجية. طيب شو الحل. بالحل انا ممكن اخذ هذا لهون للاخير. بس بيجي عندي هون بالخيار الثاني. اسمه. ريفليكشن. غلازنس. هاد القصد بانه. انه مدى. اه. يعني هاي المادة. نسبة الزجاج فيها. او هل يا ترى هاي المادة زجاجية. ولا لا. طالما عندي القيمة واحد. او. هاد العداد هون مليان الاخير. معاتها هاي المادة زجاجية مية بالمية. هاي المادة زجاجية مية بالمية. نحن انا هون عندي هاد الجدار. هو مو زجاجي. بس بدي انا فيه شوية انعكاس. معاتها شو رح اعمل. رح اخلي. صفر فاصلة مسلا سبتة وخمسين. صفر فاصلة ستين. شوكوا عندي صار فيه انعكاس بسيط. بس مو زجاجي او مو كتير انعكاس عالي. حتى حاليا شوفوا لو برجع بالقيمة للصفر. برجع كتير مات. لو بعلي هاي يخليها كاملة. ممكن ازيد شوي يخليه مثلا ستين. هاد الانعكاس المطلوبي اللي حاليا لو منطلع على الجدران حوالينا. منشوف هاد الانعكاس. الى هون الفرنسل. هاد الفرنسل بيحول لي اياه لمتال. واذا كانت عندي قيمة الجلوزنس عالية. بيحول لي اياه لمراية. بيصير عندي هاد الشكل مراية. ونحنا منخلي الفرنسل مفعل. ومنرجع منرجع هاي القيمة اللي كنا عم نشتغل عليه. شوي فيه تفاصيل كتيره. فيه ادادات كتيره. بس ان شاء الله مع الوقت تثبت براسة. اه بتفهموها منيح. فقط بدكم تراجعوها شوي. بشان تثبت المعلومة عندكم. بعدين بيصير عندنا ذاتا اي مادة مننا نعملها. او بدنا ننشئها. رح نستخدم نفس الخطوات. اه بتاخد ايدنا. وبنفهم البرنامج بكل سهولة. طبعا كمان احنا بالسري دي ماكس. رح نشتغل على نفس المبدأ. شوفوا هاد المبدأ اللي حاليا تقريبا عم نشتغل عليه. رح نشتغل على النمط مشابه له على السري دي ماكس. لهيك انا كنت بدي نشتغل على التوين موشن. التوين موشن المبدأ تابعه مختلف. اسهل من هدول. اسهل بكتير من ناحية الماتيريالز. اه منه بيكون كبداية انه بداية لنا بسيطة. وبعدين لو نصير بالسري دي ماكس بنتقل للشي الاصعب. اه ومنه مثل ما حكينا شي مختلف. يعني انا بكون تعلمت توين موشن. وبيكون تعلمت في راي او كورونا. اللي هنن على هاد النمط. على كل حال ان شاء الله ما في اي مشكلة. حتى الفيراي مع السكيتشوب جيد. وبلقى خصلة الداخلي. اللي بدي اشتغل تصميم داخلي بيفيدكن. ان شاء الله. كمان في عندي هون خيار تاني. الاي او ار. الاي او ار فاقته كمان شي بتعلق بالمعادن والمرايا. مثلا لو منسكر الاي او. على كل حال برأي يخلي هذا حتى هون مفعل. بيفيدني بيعطيني شوي واقعية اكتر. بس لما بيزيده عن حده. بيحول لي المادة كمان نفس الامر لمعدن. يعني بيزد لي من شدة الانعكاس. شوفوا كيف الانعكاس عندي. صار شديد اكتر. الماتيريال تبعي شوي حسيتها. صار فيها متل اكتر من اللازم. بالرغم اني بخلي الاشارة على فرينسل ما سكرتها. لو بفتحها شوفوا لسه بيصير اكتر. لو بزيد مثلا هاي القيمة. تماما بيصير مرايا بيصير انعكاس تبعه كتير. كبير خلينا نرجعه لهون. هذا الفرينسل خلينا نسكره. ونحن رح نرجع هاي القيمة. تشوفوا من هون كمان انا فيني اكتب قيم. فممكن انا احدد هاي القيمة وخليني اكتب صفر فاصلة. آآ عفوا. آآ اه تماما واحد فاصلة ستة. واحد فاصلة ستة اللي هي القيمة تقريبا الطبيعية. حتى لو سكرته ما كتير شي بيختلفة. فسأنا بخليها مفتوحة نوعا ما بتعطيني شوية واقعية اكتر. الميتالنس كمان الميتالنس هو شي بيحول لي الشكل لميتال. يعني تقريبا شي مشابه للفرينسل. كل ما زودت من قيمة الميتالنس هي الواحد بيصير الشكل قريب للميتال. كل ما رجعتها للصفر بيرجع الشكل لطبيعته. هون هاد الخيار ما ادي شغل فيه. هون هاي الخيارات اللي هون شايفينها مثل هاي الصورة. هاي بتعني لي اذا انا بدي اضيف صورة. مثلا حاليا احنا بالجدار هون ما في عندي انا صورة جيبها من برا. فلهيك ما دخلنا بهذا التفصيل. ان شاء الله بس نعمل الماتريل مثلا خشبي. او ماتريل من مادة تانية نحتاج صورة. ممكن وقتها نحكي عن هاي النقاط اللي موجودة هون. خلينا كمان نتابع. واضح لحد هون في اي سؤال؟ استاذ يعني اذا بلوكات جاهزة نقدر نعدل عليها من خلال هذا يعني الستينج لو ما يتعدل عليها البلوكات الجاهزة. مثلا نغير بلوكات نزيد يعني اضاءة. فينا فينا نعدل على كامير كل شي من نزله بلوكات. مثلا نشوفوا هاي البلوكات نحنا نزلناها جاهزة. تمام؟ فكل بساطة انا بظل بدخل لحتى احسن احدد القطع اللي بدي اياها وبغير اللون تبعها. هاي المخدة انا فينا اغير لونها احط لها لون جديد تماما. اي هذا الشي احلى يعني اريح. تماما يعني فينا نغير براحتنا اللون اللي بدنا اياه. خلينا نرجع للأعدادات كمان. حاليا انا فيني اعتبر انه الماتيريال تبع الجدار صارت عندي جاهزة. من القائمة طبعا ليش صارت عندي جاهزة لان ماتيريال الجدار سهلة. ما فيها كتير تفاصيل. هيك صارت عندي جاهزة. بس خلينا نتابع بالقوائم الثانية. مثلا عندي القائمة الثالثة هي الريفراكشن. الريفراكشن هي الشفافية. شو يعني؟ التعني لي انه اذا هاي المادة مثلا فيها زجاج او بلاستيك شفاف. معناتها لازم اضفلها شفافية. شو خلي الريفراكشن نفس الامر طالما كانت باللون الاسود هون. والمؤشر عندي هذا على اليسار تماما. معناتها ما في عندي اي شفافية بهاي المادة. مجرد انا ما اغير اللون تبعها للابيض او للون فاتح حتى. يعني شوفوا ممكن اختار لون فاتح. بس الافضل اذا بدي اياها شفافة بنقلها للون الابيض. او اني اسحب هذا المؤشر من هون للاخير. بيتحول عندي للون او لماتيريال شفاف. شوفوا كيف صار عندي ماتيريال زجاجي شفاف. نفس الامر بما يتعلق بالريفراكشن. نحن من شوي حكينا عن الزجاجية لما كنت بالانعكاس. هون نفس الامر عندي الزجاجية بالشفافية. كيف يعني. هلأ متل ممكن تشوفوا انتو بكتير اماكن في عندي بلاستيك بيكون شفاف. بس الشفافية طبعا مو نقية يعني غير نقية مثل الشفافية طبع الزجاج. شوفوا مثلا لو بنزل انا من هاي القيمة. عندي شفافية حاليا بس فيها تغبيش. كأنه فيها مشكلة او فيها شوائب من الداخل. كل انا ما بقترب من الواحد بيصير عندي الشفافية اوضح. كل ما بيبتعد عن الواحد بيصير عندي هاي الشفافية مغبشة. وبيعنيلي انه هاي المادة مثلا صارت مثل سيليكون. بلاستيك. هاي المواد اللي بتكون هي شفافة بس انا ما فيني شوف من خلالها تماما. بتعملي تغبيش او حجب للرؤية. طالما انا عندي مثلا حسب الماتري اللي بدي استخدم هاي دا بدي شي شفاف تماما بعمل قيمة واحد. الاي او ار نفس الشي. بيعطيني شوي لسا انعكاس يعني بيضف لي شوية انعكاس على الشكل كل ما رفعت من قيمة الاي او ار. كل ما قللت من قيمة الاي او ار بيصير نوعا ما متنو شايفين هيك عم تصير تغييرات بسيطة بالشكل. القيمة الاصلية كانت هي واحد فاصلة ستة كمان على ما اعتقد تماما. بس احنا على كل حال هاي الماتريال اللي عم نشتغل عليها متريال جدار ما فيها شفافية فشو رح نعمل رح نلغي. الرفراكشن نرجع بدون رفراكشن نخليها باللون الاسود مشان يلغي لي التأثير. هاي التفاصيل هون ما نشغل فيها حاليا رح نتجاوزها. نفس الامر هون كمان هاي التفاصيل ما رح ندخل فيها. حاليا انا متريال الجدار صارت عندي جاهزة. على كل حال خلونا ناخد استراحة عشر دقائق ونرجع نكمل. اذا في حندو حدا اي سؤال قبل ما ننتقل الى الاستراحة. لا استاذ شكرا. تمام. عشر دقائق ان شاء الله ونرجع نكمل. نتابع مما كان بيتوقفنا عنده. اه اخر شي اضفنا متل ما شفته الماتيريال تبع الجدران. هاي ازا الطريقة الاولى لما نحنا بدنا نعمل ماتيريال. لا اه شي موجود عندنا يعني الماتيريال نحنا نانشئها من الصفر. هلا فيه كمان الماتيريال التاني اذا نحنا نحتاج مثلا انه نعملها. مثلا الماتيريال المرايب. هلا فيني انا اجيبها جاهزة. بس ليش لحطة عزي بحالي واني اجيبها جاهزة من الكوزموس. مثلا فيني ادخل على الكوزموس. هاد هو الكوزموس من هون. اه ممكن ادخل على الماتيريال. نطفي نرجع نفتحه مرة ثانية. راح ندخل على الماتيريال. نحن نقطع 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 مرة ثانية. نقطع 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 نقطع. Go to Home Page Go عمي صعاددي بس الـ 3d Models أنا بدي ال-materials انا شوي كانوا شغالي طيب خلينا نرجع من هون يا ترى بيفتح لي يا هون اه تمام من هون اذا ما فتحوا معاكم من هون مباشرة من هاي القائمة شوكوا من هذا المكان هون فيكم تفتحوها تعطوا حاليا لازم تفتح تمام هيك حاليا اه منشوفهم طبعا اذا انا بدي اعزل كل الماتيريال مرة واحدة مشال ما اني صيد كل ما بدي استخدام واحدة اعملها تنزيل بك بس هل هون داونلود اغل بس بدي استنى حتى يحمل لي هون هلا ما في داعي نزلهم كل يعتهم خلاص انا بنزل فقط اللي بيلزمني اللي راح اشتغل فيه او اللي راح اشتغل عليه اه شو نحنا كان بدنا كاميرنا مثلا ماتيريال زجاج او مراية فانحنا من قائمة الماتيريالز راح ندخل على غلاس شوفوا من غلاس في عندي عدة نمازية ممكن يكون فيه هون مراية شوفوا غلاس ميروت هاي مراية جاهزة انا فين ينسخها من هون هاي اول شي لازم اثبتها طبعا بنقر على الازرق مشان يثبتلي اياها بعدين بسحبها بهاي الطريقة وبتركها بهذا المكان اتأكد نوع حاليا عم يجيبها بس نستنى شوي عليه نشوف شو كان اسمها بس الماتيريال غلاس ميروت اتأكد لازم تكون اجت ممكن نبحث هون بالبحث غلاس يبدو ما اجت لسه طيب خلينا نسحبها لهون مرة دانية طبعا اقول مسلا ننقر على هاد الزر اه تمام حاليا يبدو سيت غلاس تمام نفس الشكلة ما اجت عندي طيب على كل حال ممكن نجرب شغلة اني ارسم هون اي شيء واحدده اه تأكد على السريه ها تمام وصلت حاليا اجت لك هاي هي غلاس ميروت صفر صفر واحد هاي هي هون نفس الاسم غلاس ميروت صفر صفر واحد هاي القائمة خلينا اصدرها حاليا وهي اصدرها شوفوا انا عندي هاي بدي اعملها مرايم احددت الشكل كامل او اذا ما بدي احدد الشكل كامل باختار الماتيريال شوفوا اجي لون الشكل عندها او لون تبعها بهاي الطريقة بس الاسم صاحي هي بنقر عليها مرة بنقر على كونترول وبلون هاد الشكل شوفوا كيف لون لي بلون شفاف كأنه مرايم اذا حسيت انه اللون خطأ طيب خلينا احنا ناخد رندر على السريع رح اعمل انهايد او بدون ما اعمل انهايد خليني ااخد رندر هيك على السريع بس لاشوف انه فعلا عم بتعملي انعكاس ولا تمام نشوفوا الانعكاس النظامي صحيح بالمية بالمية معناة الماتيريال شغالة وما فيها اي خلل حاليا رح توقف الرندر شوفوا بضغط على هذا الزر هون بريق الشاي وعليه مربع احمر مشان يسكر لي الرندر وبعدين بطلع من هون الطريقة الثانية اذا انا بدي اعمل مرايه اذا انا ما بدي استخدم هاد العنصر الجاهز نفس المبدأ رح ادخل على create assist بعمل بعمل materials generic بسميها الاسم اللي بدي ياه مشان ما انساها مثلا خليها تكون ميرور ميرور تمام نجع عليها بالبحث ميرور تمام هاي هي هاي هي الماتيريال تبعي او يبدو انه في وحدة من قبل ميرور فان احنا بدنا هاي هيا تمام اي وحدة المهم ان اتاكد انه الاسم اللي انا كنت عامله يبدو انه كان في عندي من قبل وحدة اسمه ميرور وفي هاي وحدة جديدة هاي اللي انا انشأتها جديد ميرور واحد صار اسمها شو اللي رح نعمله حاليا مشان نعمل امرائه شفتوا من شوي كان كيف غيرنا بالخواص حاليا مطلوب مني اول شي بعمل اللون اسود تماما شوفوا اللون اسود تماما بعدين رح اجع على reflection وبعمله ابيض تماما ما بخلي الاسود يعني ما في انعكاس مات ابيض يعني انعكاس كامل شوفوا كيف واضح عندي الشغلة التانية reflection closeness بخليها كمان كاملة بخليها واحد كامل بعدين friendsl خلينا نسكرها friendsl ال ior ممكن نفتحها ممكن لا ما كتير عم تغير لي بخليها مفتوحة ممكن لو زيد القيمة تعطيني شوي لسه وضوحة كتر ممكن نخليها عشرة حاليا صارت عندي المراية جاهزة خليني اعطيها لهذا العنصر شوفوا هون هاي المرة طلعت عندي باللون الاسود خلينا نجرب يا ترى رح تعطي نفس التأثير اللي شفناه من شوي اذا انا بدي شوف اخر render اعملته بنقر على هاد الزر هون بيعطيني اخر render انا عملته شوفوا اخر render انا عملته المراية او اللون اللي انا استخدمته كانت المراية فيه طالعة بهاي الصيغة طيب خلينا نشوف هاي اللون اللي احنا انتجنا كيف رح تكون فيه النتيجة يا ترى النتيجة نفسها تماما ما فيه اي تغيير اللون اللي احنا انتجنا او اللون اللي جبناه جاهز اثنين اعطوني نفس الجودن طيب حاليا خلينا اطلع من هون ونتقد للشي طيب نلون اول شي كل المراية اللي عنا شوفوا انا في عندي هاي كمان خلينا الونها بلون المراية لون من هون بلون من هون ممكن نحدد هون كل ياتهم كونترول او عشان تأكد انه تلونوا والون هون وين كمان في عندي انا مراية في عندي هون كمان مراية كمان بدخل على جواتها بحددها كل ياتهم كونترول او تنقر على هاذ اللون وبلونها بهاي الصيغة بتأكد انه تلونت هيك انا المراية عندي كل ياتهم صاروا جاهزين طيب نحن هذا اللون الرمادي اذا انا بدي اعمله لون خشبي هلاللون الخشبي عنا كمان نفس الامر طريقتين اما انا بدي اجيبه جاهز او بدي انا انشئه بس نحن هون ما في داعي نعزب حالنا ونجيب انصر جاهز عفوا نعمله نحن مباشرة بنستخدم الالوان الخشبية الجاهزة من كوزموس ننقر كمان نفس الشي على الاعدادات في راي ابروز ماتيريال ان كوزموس خلي يفتح تماما حاليا راح ننتقل للوود ندخل على الوود العادية شوفوهم في عدة الوان خشبية ممكن نحن نستخدمها مثلا اي نوع ممكن نستخدم شوف هذا مثلا وكثير ريودته عالية هاد هلا كمان نحن فينا نعدل عليهم ممكن نحن بعد ما ناخده نعدل عليه اذا حاسين انه مو كثير عاجبنا هاد مثلا طبعا كمان في عدة نماذج في مثلا بيكون مثلا ها في عندي في عندي شو بيقصد فيهن اللي هو غير يعني ما في انعكاس ما في ريفليكشن في انعكاس شديد شوفو زاطا مبين من الصورة كيف عليه انه في انعكاس سيمي غلوس نص نص يعني لهم لا انه مات كثير ولا انه هاي غلوس طبعا اللي بيشتغل او اللي عنده اطلاع عنه بمجال النجارة ولا وبسيط وبيعرف بهاي التفاصيل بشكل مني مثلا احنا خلينا نشتغل على هاد العنصر شوفوا هاد السيمي غلوس خلينا نشتغل على السيمي غلوس بس مو كثير عاجبني الصراحة التكستشار تبعه او ما في الصراحة كثير عناصر الواحد يشتغل عليها او يؤمن فيها لهذا بس شوي بدنا نعدل على اللون تبعه لان كثير عم يعطينا على لون برتقالي انا ما بحب هذا اللون الصراحة هذا البرتقالي ممكن احنا بس بعدين بالاعدادات نخفف من اللون البرتقالي تبعه خلينا ننزله على كل حال راح نضغط هون على التنزيل ننتظر حتى ينزل طبعا ليش هلول هون شوي بيطولوا بالتثبيت مو متل شوين لما كان الميرور هون لان هدول فيهم صور هاي الأخشاب هي صور ومجمعة بطريقة ما حتى تصير عندي هاي الماتيريال بل مكان الميرور هو عبارة عن متل احنا ما شفته ما عملنا بس غيرنا بالالوان غيرنا بالرفلكشن وصار عندي جاهز نسكر نحنا هون هاد راح ننسخ هاي الماتيريال او ممكن مباشرة نضغط هون خلي يحضر لي اياها لهاي المكان لهاد المكان تمام نزلت عندي بس اتأكد من اسمها تشيري سيمي جلوس شوفوا هاي هي كيف انا بدي اخفف هاد اللون البرتقالي تبعها انا بدي اخفف اللون البرتقالي تبعها مهما غيرت من هون ما راح يتغير عندي شي شوفوا مهما غيرت ما في عندي شي عبي تغير ليش لان هون صار انا عندي هاي الماتيريال بتعتمد على الصورة ما احنا حكينا انه هاي صور شوفوا هاي هادول المربعات في بعضهم عندي باللون الازرق صايرين دليل انه ضايف عليهم صورة طيب كيف ننعدل عليها راح ننقر هون على هاد المكان اه color manipulation ممكن لو نغير هاي بيتغير شي يا ترى هلا هون هاي عم بتغير للسطوع اه color offset كمان هاي ما بتهمني default color كمان هاي ما بتهمني ممكن نحنا ابعته بعد بان ننضيف اه شي جديد ممكن ننقر هون شوفوا انا من هون فيني ارجع اضيف الصورة بس نحنا ما بدنا نغيرها اه تمام هاي من هون خلي هون طبعا اذا بدي ارجع للخلف من هاد الزر من هون برجع للخلف اذا بدي انقر يمينية اه تمام اذا بدي اعدل على هاد اللون راح انقر يمينية على هاد المكان warp in color correction راح اضيف هاي الخاصة هاي الخاصة اللي هي color correction بتساعدني بتعديل لون الصورة شوفوا هاي هي اللون تبعها حاليا انا بدي اعمله اخف شوي بدي اعمله ممكن هالشي برتقالي بدي شوي حوله للرمادي كيف انا راح اعدله اذا راح نشوف نحنا هون من هاي الاعدادات نغير فيهم هلا هاد اول خيار عم يغير لي لون بشكل كامل فما راح يفيدني راح فلي صفر الخيار الثاني شوفوا تماما هذا هو الخيار اللي انا بدي اياه saturation بدي انزل فيه بالسالب تماما هذا تقريبا هو لون الخشب اللي انا بدي اياه ما بدي ايكون كتير برتقالي بدي اياه شوي يكون في رمادي هيك شي مناسب صفر فاصل اربع وناقص صفر فاصل اربع لو بنجي بالصفر تماما لو نناقص واحد تماما شوف بصير عندي رمادي لو بعطيه الواحد تماما بصير لون كتير فاقع لهيك مثلا انا بدي قيمة تقريبا صفر فاصل اربع ناقص صفر فاصل اربع هيك صار عندي اللون مناسب كمان بنزل شوي الاسفل في عندي الbrightness السطوع اذا مثلا حسيته كتير ساطع بدي خفف من السطوع تبعه بنزل بهاي القيمة بنزل من السطوع تبعه انا برأيي مناسب ما خلي صفر ما في داعي غير فيه او ممكن ناقص صفر فاصل صفر اثنين هيك جيد صار اكتر ال contrast اللي هي الحدة كمان انا فين ينزل او زيد شوي من الحدة خلي يكون واحد شوفوا هيك صارت عندي تمام حاليا بعمل رجوع من هون شوفوا المaterial عندي هيك صار شكلها اذا حاسس مثلا فيها انعكاس زايد رح نجي لل reflection هو ننزل من هاي القيمة لازم حاليا تستجيب تمام نشوف كيف نعدمت انا بدي اياها لهون كافي تمام من هيك مناسب ما بدي اياها مية بالمية تعطي انعكاس بدي خفف شوي من من انعكاس تبعها حاليا المaterial تبعي صار جاهز ممكن انصغر هاي رح ادخل لهون اختار هاي المaterial وبلون هون مرة وحدة طبعا لسه ما اقول هاي group تمام هاي لسه group تاني هيك صار جاهز شوفوا كيف حطيتون هاد لون طبعا هون لسه عم يطلع اللون القديم بس انا بي بس انتقل لل render رح يبين متل انا ما بدي اياه وين كمان في عندي هذا كمان انا بدي الونه باللون الخشبي وين في عندي عناصر هاي كمان من تحت بنقر على control وانا عم ملون مشان اتاكد انه تم التلوين بشكل صحيح هون في عندي نفس الامر تلونه في عندي هاد القسم كمان هيك صار جاهز وفي عندي اخر شي ضل بهاد المكان كمان هيك صار عندي جاهز جاهز هون شوفوا عندي هادا كمان هاد القسم لازم نعمل وخشبي هلا هون بالداخل بعدين منشوف نحنا لخزانة ممكن نعطيها لون تاني القسم التاني هون انا بدي اعطي لون كريمي نوعا ما لهذا المكان او لهذا اللون التاني فهالمرة نحنا شو رح نعمل نحنا رح نعمل هذا اللون او مثلا منشوف انه فيه لون كريمي مثلا جاهز خلينا نشوف كريمي في عندي هادا اللون يعني يبدو جيد خلينا نجربو كريمي كمعا بيرد كريم بس لا يبدو هاي انه كريم قصده حقيقية مو انه كاللون فلهيك لا ما بنستفيد هاي منها فخلينا نرجع وممكن نشوف بلاستيك اذا في عندي الوان بلاستيك بلاستيك هذا اللون جيد هذا ابيض كريمي فينا كمان نستفيد منه شوفي كمان لسه يعني هذا الوحيد هذول الوان البيض ممكن نستفيد منه او مسلا هادا او الطريقة التانية اللي هي نحنا نصمم هاد اللون كما عن نفس الامر رح ننقر هون ماتيريالز اللون اللي رح نعمله كريمي رح نعطي شوي على اللون الاصفر وبعدين ناخد من هون تقريبا هيك اللون اللي بدي اياه شوفوا عم يحطلي ممكن انا اختار هذا اللون اعمله ابيض او ممكن تاها ما فيني اغير من هون رح ارجع لهذا المكان ممكن نضل هون تماما هذا هو شوفوا هذا هو اللون بيج او كريمي اللي بدي اياه نفس الامر رفليكشن خليني اعطي كامل لكلوزنس خلي صفر فاصلة خمسة وسبعين اه بنفتح الاي او ار او خلي سبعين حاسه صار معكاس شوي عالي صفر فاصلة سبعين تمام هيك هذا اللون كمان عندي صار جاهز اللون رح نعطيه رح نعطيه لهاي العناصر اللي باللون الفاتح بننقر هون تلونوا لهون كمان بننقر على كونترول وانا عم لون مشان كل العناصر مرة وحدة يتم تلوينها هدول اللي انا عاملين هون اه كومبوننت فمجرد ما لون وحدة البقية كلهم تلقائيا بيتم تلوين هون نفس الشي هون مرة وحدة كافية ان تلون الكل هاي القطعة كمان من هاي الطريقة تمام بي عندي هاد الاسود هل هاد الاسود رح نعطيه لون الخشبي قبل ما انتقل للون الخشبي خليني اكمل هاي هدول مثلا كمان باللون هاد الكريمي بي عندي هون شي يا ترى هلا هاده ممكن نعمله كريمي ممكن نعمله خشبي هاد الشي بيرجع لي نظل عندي فقط هاد القسم هل نرجعه للون الخشبي بس لبعن ما يحفظ الحفص التلقائي رح ننسخ لون الخشب ونعمل تلوين بشكل كامل هيك صار كمان هاد عندي جاهز طبعا حاليا في مشكلة وحيدة يمكن انتبهتولها انه باماكن عم يكون عندي النقشة هاي تبع الخشب كتير كبيرة وباماكن هاي النقشة هون تبعو شايفين كتير صغيرة هاي المشكلة كمان كيف فينا نحلها فينا نحلها هون بكل بساطة طبعا احنا هاي المشكلة ما بنشوفها بالالوان السادة اللي مثل هاي ليش لان ما فيها نقشة ذاتا هاي المشكلة بنشوفها بس بالماتيريالز اللي فيهم مثل هيك نقشات خشب او قماش او ما الى ذلك فنحنا رح نختار مثلا هاي القطعة خلينا نشتغل عليها وبعدها نضغط عليها يمينية نشوفوا نضغط عليها يمينية V-Ray UV Tools خلينا نجرب Try Planner Projection خلينا نجرب هاي هون ما كتير تغيير ذاتا بس المشكلة هون هاي اللي فيها المشكلة رح نضغط يمينية V-Ray World طيب V-Ray Projection Fit كمان لسه بنا نغير فيه C ها مانا نغير فيها المشكلة رح نغير فيه تمام هيك يبدو صار افضل بسه يعني صراحة ما كثير عاجب منك نجرب شوية نغير فيه هون على الاغلب هو بنالحط بس انا مع هيك لسه بدي غير خليها تكون بهذا الاتجاه بالطول وليس مثل هاي بالعرض على كل حال ان شاء الله بكرا بنرجع ونشوفها ما مشكلة حاليا خلينا ناخد كمان رندر على السريع بس نتأكد انه الماتيريال تبعي عم ينزل صح ولا لا على السريع رح ندخل على الادادات نكبس على رندر طبعا نحن لسه ما اضفنا السقف فبس نضيف السقف رح تبين عندي الصورة بشكل اوضحون لسه في عندي صور غير منطقية نحن دقان مقبول بس لسه عندي مشكلة توزيع هاي التخطيطات هاي بس رح نشتغل ان شاء الله عليها بكرا بيراي اليوم لهون كافي منو مشاء انتو تنزلوا البرنامج ومنو زيادا اليوم اشتغلنا شوي زيادة صار الوقت متأخر وممكن يكون صعب عليكن فان شاء الله بكرا على موعدنا على 12 نص منتابع شغلنا على كل حال رح بعتلكون الرابط ان شاء الله رابط تسبيت الفيراي سبتو من اليوم لبكرا مشان بكرا نشتغل سوا بالدرس في حدا عنده اي سؤال شكرا استاذ نقدر احنا نختار مثلا الالوان طبعا شغل اللي بدكن يا ما في شي محدد اوكي تمام شكرا استاذ الله عفو تمام ان شاء الله اذا ما في سؤال نلتقي بكرا على موعدنا لا تنسوا تسبتو البرنامج مشان بكرا نشتغل ان شاء الله سوا الله تكم العافية مع السلام اشتركوا في القناة